بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أيها الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم وتجويده سيكون درسنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان المد تعريفه وحروفه فابقوا معنا وركزوا بارك الله فيكم أهداف الدرسنا هو أولا التعرف على المد وأحكامه وثانيا نريد تطبيق أحكام المد عند تلاوة القرآن الكريم والتطبيق هو المطلوب منا دائما فنحن نتعلم خاصة أحكام التجويد في تلاوة القرآن لنطبقها أثناء التلاوة ما ينبغي للطالب أن يتعلم أحكام التجويد ولا يطبقها أثناء تلاوة القرآن الكريم تطبيق الأحكام التجويدية تنمو معنا وتقوى كل ما قرأنا وطبقنا هذه المهارات وإذا تركناها نسيناها وضعفت قراءتنا في تلاوة القرآن الكريم إذن نحرص على التطبيق وعدم التساهل في ذلك حتى نقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودة أولا قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم هذا هو رابط الدرس الرقمي في موقعين التعليمي التابع لوزارة التعليم إذن بمجرد أن أفتح هذا الرابط ينقلني مباشرة إلى الدرس مشروحا في موقعين التعليمي وستجدوا إن شاء الله تعالى بعض الأنشطة التي تفيدكم في درس هذه المادة إذن نحرص على أن نفتح هذا الرابط نذاكر نراجع الدرس مرة أخرى بارك الله فيكم والآن نبدأ درسنا على بركة الله تعالى لاحظوا هذه الكلمات سأقرأ لكم استمعوها ركزوا على الأحرف المكتوبة باللون الأحمر نوحيها وأوتينا أوذينا ماذا نلاحظ بهذه الكلمات؟ لاحظوا مرة أخرى نوحيها وأوتينا أوذينا نلاحظ أنها في هذه الأحرف لدينا حرف الواو وحرف الياء وحرف الألف هذه الأحرف المكتوبة باللون الأحمر نلاحظ أنني تلاحظون أني قرأتها بشيء من المد نوحيها هذا هو مد نوحيها هذا مد الأحرف كذلك كلمة وأوذينا وأوتينا كلمة أيضا أوذينا نلاحظ أن هذه الأحرف المكتوبة باللون الأحمر فيها شيء من المد فلاحظوا معي يقرأوا معي الكلمات نوحيها وأوتينا أوذينا لاحظوا هذه الأحرف المكتوبة باللون الأحمر الواو والألف والياء يكون فيها شيء من المد يجري الصوت فيها وأطيل زمن المد فيها لاحظوا معي نو نو هذا مد حي هذا الياء ها الألف كذلك كلمة وأوتينا لاحظوا الواو والياء والألف ماذا تسمى هذه الأحرف بارك الله فيكم هذه تسمى حروف المد هذه الأحرف الثلاثة تسمى حروف المد مجموعة في كلمة نوحيها في هذه الكلمة فيه مد في الواو فيه مد في اليا وفيه مد في الألف هذا المد كل الناس يمدونه بهذه الطريقة فيسمى هذا المد طبيعي في الواو واليا والألف يسمى مد طبيعي صاحب الطبيعة يقرأ بها مباشرة قولها معي نوحيها هذا مد طبيعي وصاحب الطبيعي ينطق بهذه المد إذن هذه المد هذه الحروف الأربعة الثلاثة هي حروف المد وهي موضوع درسنا إن شاء الله تعالى وسيكون عليها الدرس ولها بعض الأحكام ولها بعض الشروط سنعرفها إن شاء الله تعالى في درسنا بارك الله فيكم ركزوا لنقرأ هذه الكلمات إذن ما هو المد هو إطالة الصوت بحرف من أحرف المد واللي طيب ما معنى إطالة الصوت هل إطالة الصوت معنى رفع الصوت هل أرفع الصوت هذا إطالة الصوت أو إشباع الحرف أو زيادة الصوت أو إطالة زمن النطق بالحرف المد هو بارك الله فيكم إطالة زمن النطق بالحرف أزيد في زمن النطق لاحظوا معي حينما أزيد في زمن حرف لما أقول والسماء أنا زيت في حرف الألف أحسنتم لما أقول جيء في قولي تعالى وجيء بالنبيين لاحظوا حرف الياء أنا زيت فيه فهو إطالة الزمن زيت في الحرف وجيء أو كلمة تبو لاحظوا حرف الواو زيت في زمن النطق به تبو أو السوق وهكذا هذا هو إطالة زمن النطق بالحرف هذا هو المد إذن تعريف المد بارك الله فيكم هو إطالة الصوت بحرف من أحرف المد واللي إذن أوطيل الصوت أوطيل الصوت بحرف من أحرف المد واللين وهي أحرف المد واللين الألف والواو حرف المد هي الألف والواو والياء أما حرف اللين فهي اليا والواو وسنأخذها إن شاء الله في دروس قادمة إذن أحرف المد ما هي هي الألف ولا تكون إلا ساكنة وما قبلها مفتوح لاحظوا أن حروف المد حتى أمدها لا بد أن تكون ساكنة أيضا الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها تعالوا إلى كلمة نو حي ها هل هي تنطبق عليه هذه الشروط أولا نحفظ هذه الشروط الألف الساكنة الألف الساكنة الألف في القرى لا تأتي إلا ساكنة وما قبلها مفتوح طيب أيضا الواو الساكنة ويكون قبلها مضموم اليا الساكنة ويكون قبلها مكسور هذه الشروط المد لابد أن تكون طيب الألف الواو المفتوحة لا تدخل معنا في حكم المد الياء المفتوحة أو المكسورة أو المضمومة يعني الياء التي على حركة الواو التي على حركة هذه لا تدخل في أحكام المد هي تنطق بحركتها لكننا ننطق نحن بالحروف المد إذا كانت ساكنة وقبلها حركة مجانسة لها يعني حركة الآلف المجانسة لها قبلها مفتوح الواو الحركة التي تجانسها هي حركة الضمة اليا الحركة التي تجانسها ما هي مثلها الكسرة إذن هذه شروط المد حتى أنا أمد الحرف لا بد أن تكون أحرف المد ساكنة وما قبلها حركة مجانسة لها يعني قبل الفتحة آلف قبل الواو ضمة قبل اليا كسرة تعالوا انطبعا كلمة نوحيها في كلمة نوحيها النون عليها ضمة والواو ساكنة نو طيب اليا حيها الحاء عليها كسرة نوحيها في مثال الذي أخذناه في الكلمة السابقة لكن نكتبها الآن لكم لاحظوا معي كلمة التي كتبناها هذه النون عليها ضمة والحاء كسرة والهاء فتحة نحن نقول الألف ولا تكون إلا ساكنة وقبلها مفتوحة هذه الألف وقبلها هاء مفتوحة طيب الواو الواو تكون مضمومة الواو الساكنة هذه الواو ساكنة وما قبلها مضموم اللي هو حرف النون مضموم طيب الياء الساكنة المكسور ما قبلها لاحظوا الياء ساكنة وقبلها كسرة في حرف الحاء إذن هذه الكلمة تنطبق على الشروط فقرأنا هذه الكلمة بالمد الطبيعي نوحيها إذن هذه القاعدة أو هذه الشروط الألف الساكنة احفظوا هذا لأن هذا سنطبق إن شاء الله في الدروس القادمة كلها الألف الساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوح في القرآن كله الواو المضموم ما قبلها والساكنة الياء الساكنة المكسور ما قبلها هذه شروط المد تعالوا إلى الأمثلة بارك الله فيكم نطبق نفس الشروط على هذه الأمثلة المثال الأول حرف الألف كلمة قال قال كلمة لاحظوا حرف الألف كيف أقرأه بمد طبيعي قال قال ماذا نلاحظ في هذا التوضيح؟ لاحظوا التوضيح يقول نلاحظ في هذا المثال أن حرف المد ما هو حرف الألف جاء ساكنا وجاء الحرف الذي قبله وهو القاف في كلمة قال مفتوحا لاحظوا كلمة قال القاف عليها فتحة والألف ساكن إذن انطبق شرط المد فأقرأ الكلمة بالمد للألف أو أقول قال قال طيب إذن الألف من أحد حرف المد وأتابع تنطبق على الشروط تعالوا إلى كلمة ماكيثون لاحظوا حرف الواو ماكيثون لاحظوا حرف الواو تجدوا أن فيه زمن ماكيثون مد طبيعي طيب نلاحظ في هذا المثال أن حرف المد وهو الواو جاء ساكنا وجاء الحرف الذي قبله وهو الثاء في كلمة ماكيثون مضموما لاحظوا حرف الثاء مضموما في كلمة ماكيثون ولهذا كانت الواو حرفا من حرف المد لتحقق شرط المد حرف اليا كلمة تمشي تمشي لاحظوا اليا نلاحظ أن حرف اليا ساكنا وقبله كسرة في حرف الشين فتحقق لنا شرط المد فمدينا اليا مدا طبيعيا في هذه الكلمة وقلنا تمشي تمشي مد طبيعي لتحقق شرط المد طيب كيفية النطق بالمد لاحظوا المثالين التاليين نلاحظ أن حرف الألف عليه علامة المد كيف أقرأ هذه الكلمة المثال الأول كلمة للفقراء وكلمة يَا أَيُّهَا إذن نلاحظ في هذه المثالين أننا زدنا في حرف المد في كلمة للفقراء زدنا في حرف المد أطلنا الصوت في حرف المد طيب وعندنا أيضا كلمة يَا أَيُّهَا زدنا في حرف المد لاحظوا يَا هذا هو إطالة زمن النطق بالحرف أطلنا الصوت زدنا في الحرف في الصوت يَا أَيُّهَا لِلْفُقَرَاء هذه الزيادة تسمى المد إذن في التوضيح نلاحظ في هذه المثالين أن حرف المد وهو الألف هنا قد زيد فيه زدنا فيه وذلك بإطالة الصوت عند النطق به في هذا النشاط بارك الله فيكم نكتشف حرف المد نحدد حرف المد وهل هو ساكن أو متحرك وما هو الحرف الذي قبله وما الحركة التي عليه لاحظوا كلمة أصابه ما هو حرف المد؟ أحسنتم هو حرف الألف طيب هل هو متحرك أو ساكن؟ طبعا حرف المد دائما ساكن كما قلنا طيب الحرف الذي قبله حرف الصاد ما الحركة التي على حرف الصاد؟ الفتحة إذن هذه الكلمة تحقق فيها شرط المد فتكون يكون مد طبيعي أصابه طيب في كلمة وأقبل حرف المد ما هو؟ الواو طيب هل هو ساكن أو متحرك؟ أحسنتم إذن هو ساكن طيب ما الحركة التي ما الحرف الذي قبل الواو؟ أحسنتم حرف اللام ما الحركة التي على حرف اللام؟ لاحظوا الضمة إذن تحقق الشرط طيب كلمة يقول أيضا حرف الواو وهل هو ساكن أو متحرك؟ ساكن طيب ما الحرف الذي قبله؟ حرف القاف ما الحركة التي على حرف القاف؟ نلاحظ الضمة إذن تحقق شرط المد كلمة الذي ما هو حرف المد؟ الذي حرف المد أحسنتم هو الياء طيب هل هو ساكن؟ نعم ساكن ما الحركة التي قبله؟ ما الحرف الذي قبله؟ حرف الذال لاحظوا حرف الذال ما الحركة التي تحته؟ الكسرة إذن نعرف هنا بارك الله فيكم أن هذا الحرف تحقق في شرط كلمة طائر حرف المد هو الألف هل هو ساكن أو متحرك؟ ساكن طيب ما الحركة التي قبله؟ حرف الألف ما الحرف الذي قبل الألف؟ الطاء هل هو ما الحركة التي عليه؟ فتحه أحسنتم بارك الله فيكم قيل حرف الياء حرف المد وحرف الياء وأيضا ساكن كما بينا لكم الحرف الذي قبل حرف الياء هو القاف والحركة التي عليه كسرة إذن هذا النشاط تكتبونه أنتم في الكتاب كما كتبته لكم تكتبونه أنتم في الكتاب وتطبقون الشروط حتى تراجعوا معلوماتكم في هذا الحكم التجويد الآن نطبق المد في كلمة سأقرأ لكم الكلمة وأنتم تقرأونها كلمة والسماء يقرأوها والسماء ممتاز طيب كلمة عبدنا أيوب يقرأوها عبدنا أيوب لاحظوا لاحظوا المد أيضا إلا أنما زدنا في حروف الألف في هذه الكلمات اقرأوها طبقوا هذه الأمثلة بالمد أحسنتم أحسنتم هذا التقويم نكتب تعريف المد وهو موجود لديكم في الكتاب أرجو منكم بالرجوع إلى الدرس وتكتبون التقويم في الكتاب نفسي أرجو منكم كتابة الحل وهو موجود في الدرس المشروح لكم جاهزا ابحثوا عن الحل في ثنايا الدرس وهو سهل جدا تتعودون على اكتشاف الحل والقراءة من الدرس بارك الله فيكم إذن أستبدعكم الله في ختام هذا الدرس أرجو أن نلتقي نحن وإياكم في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته